بسم الله الرحمن الرحيم سنة مهجورة وثوابها لا يقدر بحسنات مليارات 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 الحسنات الصلاة على جميع الأنبياء المرسلين سنة مهجورة روى عبد الرازق في المصنف وصححه الإمام الألبياني صلوا على أنبياء الله ورسله في أن الله تعالى بعثهم كما بعثني طيب روى الإمام الألباني في مشكات المصباح في مشكات المصباح أو مصبيح بسنة صحيح من حديث أبي إمام الباهلي قال يا رسول الله كم وفاء عدد الأنبياء قال مئة ألف وأربع وعشرون ألف نبيا والرسل منه ثلاثة وخمسة عشرة جم من غفيرة يعني كلام ده معناه معناه أن رب رسول الله تعالى بعث مئة أربع وعشرين ألف نبي منهم ثلاثة وثلاثة وثلاثة نبي مرسل طيب وفي حديث مئة صلاة لكن خليها في الصحاب الأقل لما تقول اللهم أصلي وسلنا وبارك على جميع أنبياءك ورسلك ربنا سيصلي عليك بكل نبي عشر صلوات طيب ما الدليل على كده الحديث الصحاحه أنه حجر هيسامي وحسنه الإمام الألباني من قال اللهم مخفل المؤمن والمؤمنات كاتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسن فأنت لو تقول اللهم مخفل المؤمن والمؤمنات بتاخد مليار ونص حسن أو منع صحة 15 ميلار حسن لأن الحسنة بعشر لأن أنت أصبت بدعائك كل المؤمنين على وجه الأرض كذلك لو أنت صليت على جميع الأنبياء المرسلين هتاخد بهم كلهم سواب صلاة وحسنات عليهم طيب نضرب بقى 124 ألف في 10 يبقى ربنا سيصلي عليك مليون ومئتين واربعين ألف صلاة طيب لو أنت كررتها عشا مرات يبقى هيبقى 12 مليون صلاة في 5 صلاوات 60 مليون صلاة فيما لا يتعدى الدقيقة بعد كل صلاة اللهم صلي وسلم وبارك على جميع الأنبياء كرسلك اللهم صلي وسلم وبارك على جميع الأنبياء كرسلك وتكررها عشرة مرات والباب مفتوح إن شاء الله تقولها 50 تقولها 100 فمن زادها في حسابه ده مشكلة وبس ده أنت هتاخد مال يحصم الحسنات روى أبو دايبود في صحيحه من صلى علي صلاة كاتب الله له بها قيراط والقيراط مثل أحد وزن جبل أحد 45 مليار طن 45 مليار طن بتصلي على بيه صلاة صلاة واحدة بتاخد جبل حسنات وزنه 45 مليار طن في ميزانك يوم القيام طيب ما هو ما كلهم أنبياء ورسل فيرجى نفس السباب من نسبة الأنبياء يبقى ياخد كم جبل حسنات لو صليت على 124 ألف نبي طيب إضرب الكلام ده في في عشرة لو نحولها عشرة مرات في خمس صلوات ومن زاد يبقى هي السباب العظيم ده واللي بيصلي على بيه صلاة واحدة بيرفع ليه عشرة درجات في الجنة الحديث حسنه بعض العلماء ومن تصليت على 124 ألف نبي هيترفع لك كم درجة في الجنة ويدرج الكلام ده في عدد الصلوات في عدد تكرارك للجملة دي ومعنين تفقع في خمس صلوات رابعا انت أحية سنة مجهورة ما بيعملاش 9 طيب من ناحية سنة أماتها الناس أحية الله قلبه وما تموت القلوب شوفوا السواب العظيم وما لا طبعا هناك مناقب تانية لكن أنا لا أريد أن أطول عليكم في يا ريت يكون لك ورد ثابت من الصلاة على جميع الأنبياء والمرسلين وتستحضر جميع المناقب العظيمة التي قلتها الآن في الاكثار من الصلاة على جميع الأنبياء ورسلك وتنساش ان النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم واحد منهم يعني أنت عندما تقول الله صلى الله عليه وسلم وسلي وبارك على جميع أنبياء وسلك أنت صليت على النبي وتقل كانت سليت على نبي السلام عشر مرات يبقى غير وردك ورد لأسف lobb للنبي صلى الله عليه وسلم لو ورد للجميع الأنبياء وسلم بالدخل فيه من رسول سيأخذ صواء الصلاة عن نبي صلى الله عليه وسلم لأنه واحد منهم قولوا خولي هذا استغفالله شكرا